أولا الاعتكاف هو المكث أو اللبس في المسجد ويجب أن تصبيقه نية نية ويستطيع المؤمن أن يدخل عندما يدخل المسجد أن ينوي الاعتكاف في الفترة اللي يمكس فيه إحنا ما شاء الله لا منخش نصلي صلاة الترويح يعني عشان أقول إن الناس عندها أعذار في الصباح في العمل وممكن ما يستطيعش أنه ي طيب فضلت الشيخ حبل ما نتكلم عن أعذار الناس خلينا نتكلم عن كيفية اعتكاف الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم كنا عندما تأتي العشر الأواخر كان شد مئذره ويوقز أهله ويقيم ويحيي ليلة يقيم الليل وكان يكثر من الصلاة صلى الله عليه وسلم وكان يكثر من الوقوف في الصلاة يعني كان إحنا النهاردة بنقف في التهجد ونقف في القيام الليل لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف الرقعة ويطيل فيها مش هنقدر نقول عشان إحنا بنصليه رأمان فمنصلي كنا بنصلي بجزء مثلا أو بنصلي ببعض الاربع لكن أنا عايز الإنسان نفسه يفعل سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف الإنسان نفسه بين يدي الله عز وجل يناديه كان لما يطيل النبي صلى الله عليه وسلم وعندما سئل أنت مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شقورة فمن الاعتكاف ومن قيام في العشر الأواخر ومن القيام في التهجف الإنسان لما يكون بالليل ويقز الليل ويقيم الليل فكرة أنه هو الشكر للنعمة يعني لازم أن نأخذ بالنا مش فكرة أن أنا بقيم الليل وأن أنا معتكف وأن أنا في رمضان لا أفلا أكون عبدا شقورة ضع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أمام عينك أفلا أكون عبدا شقورة انظر في النعمة التي بين يديك وانتعد نعمة الله لا تحصوها ما أعطاك من صحة ما أعطاك من زرية ما أعطاك من مال ما أعطاك من شيء ما أعطاك من كل فضائل الله عز وجل عليك هذه تستودي بلاك شكرا وكان يشكر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يطيل الوقوف بين يدي الله عز وجل بليل وكان أكثر إطالة في رمضان وخاصة في العشر الأواخر وفي اعتكافه في المسجد في رمضان يبقى أنا مجمع بين اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وقيام النبي صلى الله عليه وسلم والعشر الأواخر من رمضان كل ذلك شكرا لنعم الله عز وجل الأمر الأكبر الذي لابد أن ندركه من قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه ومن قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه وليلة القدر هي الليلة التي تنزل فيها أعمال السنة القادمة